أهلين وسهلين بالجميع اليوم رح نحكي على أجدد إفنتات نزلوا في لعبة وذرنغ ويفز اكتبوا التحس في الكومنتات لو محتاجين مساعدة لأشياء ثانية زي الشخصية الجديدة ولا آخره إن شاء الله في الأيام القانمة رح نزل شروحات عن أشياء كثيرة في اللعبة مشان تفهموا اللعبة أكثر وبس ما بديش أطول عليكم مقدمة لا تنسوا الاشتراك في القناة في الجرس نبيح حطوا رايك وانشوا المقطع ولا تنسوا تدعو لأخوانا المستطعفين في كل مكان ولا تنسوا تدعو لأمي وأخوي وأبوي بالرحمة ومشاهدة ممتعة أهلين 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 طبعا هذا هو الإفنت اللي رح نركز عليه كثير في هذا المقطع الأشياء الثانية اكتبوا لي لو محتاجين أشرح حالكم بعمل مقطع بسرعة بشرح عن الأشياء طبعا هذا الإفنت فتح حالة الأشياء اللي بتاخدها في الإفنت 800 بريمو جيمس أو أستريت وكمان موارد بتساعدك مشان تلفل شخصياتك ولا آخره تدروا تشوفوها لما بتدخلوا على الإفنتات طبعا هدول الإفنتين نزلوا في نفس الوقت في هذا الإفنت وفي الإفنت هذا مشان تدروا تفتحوا الإفنت هذا أهم شيء لازم الرانكة تبعكم يكون 14 ولازم تعملوا هاي المهمة إفنت 14 لما بتدخلوا على هون بتشوفوا الرانكة تبعكم هون لازم يكون أقل شيء 14 المهمة اللي قصدهم لما بندخل على المهام كويس رح نشوف هاي المهمة لازم يكون الأكت السابع يعني لازم تخلصوا كل الأكتات لحتى توصلوا للأكت السابع طبعا اللي مكتوب عليها مين كويس اللي بتلاقوها في الثانية يفضل إن تعملوا كل المهام الموجودة هون مشان كل الإفنتات تدروا تعملوها طبعا هاي المهمة تعملوها بالترطيب يعني لما تخلص الأكت الأول بيفتح لك اللي بعده واللي بعده واللي بعده فمشان توصلوا السابع لازم تخلصوهم بالترطيب السابع هو آخر شيء نزل لحد الآن طبعا هاي المهمة بخلصها بسرعة وبرجع لكم مشان نقدر نعمل الإفنتات مع بعض طبعا أنا فتحتهم لأنه عملت قصة اللعبة الجزء السابع اللي بدي يشوف كيف بتخلصها تحت في الديسكرتشن عام المقطع بشرح فيه كيف تعملها هلأ رح نشرح هدول الإفنتات الاثنين طبعا قبل ما نبلش خلينا ندخل نشوف الهدايا اللي عطونا إياها هون طبعا هاي عطونا XP خلينا ناخدها وهون عطونا 300 ألف و 600 مو بريمو بس شو اسمو شوش بيسموها العملة اللي بنستخدمها في اللعبة لحت لآن ما بعرف شو اسم العملة طبعا خلينا نعمل الإفنت الأول نضغط عليه Go رح نشوف هاي خلصنا أول واحدة وثانية واحدة أوكي 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 هون بيقولونا لازم نعمل أشياء مشان ناخد هاي الهدايا الأولى خلصتها طبعا هدول خلصهم بعد ما عملت المهمة الثالثة لازم نجي لهذا المكان نعمل تليبورت طبعا سبحت بعد ما سبحت ندخل بنشوف إنه خلصناها Oh my God وطبعا كل الأشياء بتدروا تعملوها مثلا هاي الرابعة بيقولونا لازم نجي لهذا المكان فخلنا نعمل تليبورت ونطلع للمكان نفسه وصلنا للمكان ولكن لازم نطلع لفوق فحاولوا تلاقوا الطريقة تطلعوا لفوق هيك طلعنا لفوق وبدو يانا نطلع أكثر لازم نطلع لفوق أكثر شي طبعا المهمات الثانية اللي عملتها لو بتشوفوا القصة أو عملتوا القصة رح تكونوا عملتوا أشياء منها أوكي زي ما بتشوفوا لازم نعمل كل المهام هون في هاي المهمة بدهم يانا نعملها فنجي لهون نحاول ننزل آه أوكي خلنا نطلعها هيك بقدر نطلعها أكثر خلصنا فتحنا الصندوق هيك عملنا المهمة زي ما بتشوفوا أشياء بسيطة بدهم بدهم انه تعملوها مشان تخلصوا بعد ما خلصنا الأولى خلينا نروح للثانية الثانية عملناها وكي لأنه هي مهمة عملناها بعد ما خلصنا مهمة قصة اللعبة يعني بعد ما تخلصوا قصة اللعبة يعطوكم ثلاث من المهام عملتوها هاي واثنين الأولين هون فاحنا لازم نعمل هدول الثلاثة بيقولونا لازم نروح لهذا المكان نجيب شيء متعلق بالإيكو خلنين نروح للمكان زي ما بتشوفوا هون هي مهمة نتبع هذا الشخصية الثلجية بنجي لهون ناخده وبنجي لهون زي ما بتشوفوا انه كل واحد عمل مربع فاحنا لازم نطلع للمربع الناقص وهو هون هيك بعد ما خلصنا تفتحنا وبندر ناخد الصندوق خلصنا المهمة نروح للمهمة اللي بعدها المهمة اللي بعدها بدهم إيانا نأتل منصر هون فخلنين نروح لهاي المنطقة بسرعة ونرجع لكم طبعا هونتم ماشين لهاي المنطقة يفتحوا هاي معاكم هاي مهمة ثلجية بنذر كمان نعملها هون بس ما رح نعملها هلأ خلنين نروح نعمل المهمة الرئيسية في هاي المنطقة هذا المنطر لازم نأتله هيك خلصنا على المنطر خلنين ناخد هاي أول إيكو منه حلو أخذنا هدية بناخدها خلين ناخدها ندخل لهون بنشوف إنه خلصناها 75% ضالنا آخر واحدة بنروح لهاي المنطقة في مهمة هناك لازم نعملها نعمل تربوت لهاي المنطقة ونتمشى للمكان اوكي هون إيجينا بدو يانا نعمل هاي المهمة نتبع الثلج مرة ثانية بس منطقة ثانية اوكي ننجي لهون وندخل لهون صح ايك خلصناها حلو بناخد هاي المهمة خلصنا الثانية كاملة فهلا رح نروح على الثالثة الثالثة بيقولون نعمل هاي المهمة اوكي هاي المهمة اكيد رح تاخد وقت طويل فما رح اعملها في هاي المقطع اكتبولي تحت في الكومنتات لو محتاجين مساعدة لإلها فاصور المقطع وبنزلولكم ثانية بيقولوا اوكي نروح لهذا المونستر خليني نعمل تربوت للمكان آه جونج وومن لازم انزل لتحت على ما اظن ولا شو نعمل هذا الايكو آه اوكي لازم اجي لهون وعمل هيك هيك خلصناها ناخد هاي بعد ما خلصناها فكرت رح نروح نعمل اشياء ثانية زي ما قلنا هاي المهمة ما رح اخلصها في هاي المقطع لانه لو خلصها في هاي المقطع رح يصير المقطع طويل اوكي لازم نروح لهاي المنطقة فخليني نعمل تربوت لهون ونتمشى للمكان ونفتح المنطقة اكتر او الاماكن تبع تلبوت اكتر اوكي هون في مهمة ثانية آه نفس الشي لازم نفتح هاي وهي وهي اوكي حالو آه هي في الوسط فلازم نطلع هاي خليني نقاتل هدول منصر وافتح هاي بسرعة اوكي هيك خلصنا اي خليني ننزل هاي حالو و لا استنى اطلع كيف رح تطلع هاي اوكي حالو واضغط على هاي لا هاي حالو هيك خلصناها اه خخطت وقت بعد ما خلصنا هاي بنشوف انه خلصنا خمسين في المائة ولو خلصتوا المهمة رح تكون خمسة وسبعين في المائة هون بدهم اياكم تروحوا لهاي المنطقة وتأتلوا منصر او ماي جاد هذا اي لفل هذا المنصر مية وعشرين اه ما بدهم انه رح اقدر اقتله طبعا حاولت مرتين اتغلب عليه المرتين اقتلني طبعا وصلتوا اكتر من النص بس لازم الواحد يكون مركز مع المنصر مشان مايقتله فبعدين ان شاء الله هخلصوه بس هلا بتعرفوا وين المنصر مشان تقدر تخلصوا المهمة بعد ما تخلصوها بندخل على اللي بعده طبعا زي ما قلنا هذا هو المنصر اللي لازم تتغلبوا عليه وهي هي المهمة اللي لازم تعملوها فالصفحة الاخيرة بيقولوا انه لازم تطلع هاي لفل اربعة خلينا اعمل تربوردو وفرجيكم الشيء اللي لازم تطلعوه لفل اربعة وكيف بتطلعوه الشيء هو هاد تجي لعند هاي تطلعو عليها اول خيار هذا لازم تطلعوه لفل اربعة طبعا كيف بتطلعوه لفل اربعة طريقة انه لازم تجمعو هادول طبعا كيف بتلاقو هادول بتلاقوهم في الماب طبعا لحد الان ما حطوهم في الماب المساعدة اللي حطوكم تحت في titikration بس ان شاء الله بعدين رحي يحطوهم بس انتو بتتماشوا في الماب رح تلاقوا هاي العلامة في الماب متبعكم زي ما بتشوفو هون فوق بتروحو لعند المكان بعد ما تروحو لعند المكان تضربوها وبتاخدوها بتاخدوها بتاخدو شخصية وبتطخوها لو كانت بعيدة لو كانت على الارض تستخدموا شخصية سهمية او شخصية بتستخدم السيف وتضربوها طبعا بعد ما طلعوها لليفل اربعة المهمة اللي بعدها انا هاي المهمة لازم تخلصوا مهمة اسمها دانس دانس كويست بنلاقيها هون اه سايد كويست طبعا يا رب ما تاخد وقت طويل تنزلوا لهون ادناتوا لهذا المونتر اول شيء بعد ما خلصنا على هذول المونتسترات بتدخلوا في المهمة اللي عندكم بتلاقوا مهمة اسمها دانس دانس اضغطوا عليها لونها ازرع اضغطوا عليها وبتدروا تكملوا المهمة يعني يفضل ان تعملوا المهمة بالترتيب يعني لما تخلصوا هاي 100% وهاي 100% تفتحوا اللي بعدها بتعملوها 100% بعد ما تخلصوا هاي 100% بتخلصوا هاي كمان بالترتيب 100% بعد ما شرحنا هذول اثنين في هذول اثنين كمان في هاي بيقولوا انه لازم نيجي لهذا المكان نعمل تلفورت وفي مهمة لازم نعملها هناك اوكي المهمة هون اه لا لازم نجي لهون ناخد هاي الحيوان بعد ما ناخد هذا الحيوان بنجي لهي المنطقة وهذا المكان رح يدفعنا حلو بعد ما دفعنا وين المربع هذا المربع بناخده بندخله لجوه بنحطه على هاي حلو اوكي هذا الصندوق ما بنقدر ناخده لسه خلينا نجي لهون ناخد هاي اوكي ودنا لهذا المكان اللي رح ناخد منه هذا المربع حلو بنحطه هون حلو بنجي ناخد هذا المربع معنا بس لازم نلاقي طريقة نطلع معنا اوكي بيضربوني خلينا نأتلهم سرعة هيك بناخد هذا الصندوق حلو بعدين وين المربع اللي اخدناه بنجي ناخده معنا خلينا نحطه هون بنجي لهي اوه ندفعها مرة واحدة بعد ما نزلناها بناخد هذا المربع بنجي نحطه هون بعدها بنجي لهون نطلعها ونخليه يدفعنا لفوق حلو بنجي لهون وناخد المربع الثاني وندخل نقدر ناخد الصندوق حلو بنجي ناخد الصندوق وهيك بنكون خلصنا المهمة مهمة سهلة وبيعطوكم صندوقين حلو بي قال لهIndro بعضنا مهمة لازم اوكي نقطع المونستر اوكي السؤال الم sih كمان لازم نطلع بعدين بخلصوا بعض الان خلصوا بس لازم اركز اكثر طبعا هدول هن المهام كلهم اللي لا تعملوهم شرحناهم كاملين بالترتيب فروحوا يعملوهم مشان تاخدوا كل الهدايا طبعا المنصرين اللي في لفل 120 لازم تكونوا اقوية مشان تذروا وتتغلبوا عليهم مشان المقطع ما يكون طويل قررت اوقف هون بكرا راح ينزل مقطع عن الإفنت الثاني شاء الله يكون عجبكم المقطع وتكون سوفتم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة في الجرس نبيه وحطوا عليكم انتون المقطع لا تنسوا تدعو الاخواننا المستطعفين في كل مكان وتدعو الأمي وأخي وأبوي بالرحمة نراكم في المقطع القادم سلام